اجتمع معالي شخالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعادة سيد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بدولة فلسطين الشقيقة في إطار زيارته للبحرين وخلال الاجتماع نوها معالي وزير الخارجية بالجهود الكبيرة المبدولة في توحيد وتقوية الصف الفلسطيني التي توجه بالاتفاق للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية مؤكدا على همية هذا الانجاز في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني شقيق في إقامة دولته المستقلة والسعادة حقوقه المشروعة وجدد معالي مملكة البحرين الراسخ موقف البحرين الراسخ والدعم للقضية الفلسطينية وطررت الوصول إلى حل عادل وشامل لهذه القضية على أساس حل الدولتين وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية مشددا معاليه على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في ألزام إسرائيل بالتوقف عن كافة الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في ألزام إسرائيل بالتوقف عن كافة الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته والتي تتنافى مع العراف والقوانين الدولية والمبادئ الدينية والقيم الإنسانية من جانبه عرب سعادة السيد عزام الأحمد عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين ولقاء معالي وزير الخارجية مؤكدا خالص تقدير ابناء الشعب الفلسطيني لمواقف البحرين الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية متمنيا للمملكة دوام التقدم والرخاء